لن أغادر المغرب وهنا سأشارك معكم هذا الخبر الذي نشرته بيزنس إنسايدر أفريقيا الميناء تنجا المتوسط يعني تبوأ حسب بيزنس إنسايدر أفريقيا ضمن أفضل عشر موانئ في أفريقيا هو الميناء تنجا المتوسط بالإضافة إلى ميناء الدار البيضاء والموقع قال أنه يعني وصف ميناء تنجا بأنه الذي يقع على 45 كم الشمال الشرق تنجا وعبر مضيق جبل الطارق وعبارة عن مجمع صناعي يتمتع بالقدرة على التعامل مع 9 ملايين آوية مقاس 20 قدم وأضاف موقع بيزنس إنسايدر أن الميناء بإمكانه استقبال حوالي 7 ملايين مسافر ومليوني سيارة و700 ألف شاحنة للنقل الدولي الطرقي سنويا على 8 أرصفة وتكلم بيزنس إنسايدر كذلك على ميناء الدار البيضاء الذي هو أحد أكبر الموانئ البحرية التي تم بنائها وطاقته الاستيعابية 1.3 مليون حاوية و21.3 مليون طن من البضائع سنويا هنا نشارك معكم الترتيب بالنسبة لأفضل الموانئ حسب بيزنس إنسايدر أفضل 10 موانئ في القارة الإفريقية ولا ميناء جزائري ضمن هذه أو ضمن الرينك أو هذا الترتيب هذا هو موقع بيزنس إنسايدر أفريكا Top 10 Most Import Support in Africa هذا التقرير كان بتاريخ 4 يناير كما تلاحظون 2024 واتكلم هنا على أفضل الموانئ والي جاء في المرتبة الأولى كما تلاحظون طنجيمد هذا هو ميناء طنجا المتوسط كما تلاحظون في الصورة مضيق جبل طارق ومدينة الجزيراس الإسبانية وكما تلاحظون هذه الصورة لميناء طنجا المتوسط ثاني ميناء أفضل ميناء هو بورسايد المصري يعني ثاني أفضل ميناء كما تلاحظون وبورت أوف دوربان يعني دوربان هي جنوب إفريقية هذا ثالث أفضل ميناء في القارة الإفريقية يجي في المرتبة الرابعة Liquid Deep Sea Port هذا الميناء الموجود بنيجيريا كذلك هذا الرابع والخامس بور أوف أنجي كيرا موجود بجنوب إفريقيا أيضا خامس أفضل ميناء ثم يأتي ميناء أبيتجون بالكود ديفور سادس أفضل ميناء بالقارة الإفريقية وسابع أفضل ميناء في القارة الإفريقية هو ميناء الدار البيضاء بالمغرب يعني المغرب في الطب الثاني يعني في عشر أفضل موانئ في القارة الإفريقية هناك ميناءين مغربيين ومنباسة بور كينيا يعني هذا ميناء في كينيا ودار عليه هذا بور موجود في جيبوتي جيبوتي عندها من أفضل موانئ في القارة الإفريقية وتيمابور غانا أيضا ضمن أفضل الموانئ في القارة الإفريقية يعني ولا ميناء جزائري ولا ميناء جزائري وجي تكلم عن عبد المجيد تبون والأبواق ويقول لك نحن رانا قوة ونحن ما عدنا شتى ونحن مم با كلاسي ما عدناش حتى واحد ولا بور واحد جزائري ضمن أفضل عشر موانئ في القارة الإفريقية الله غالب ما عدنش نكريتيكه أكثر من نكريتيكينا هذه إجابة واضحة على الفشل الدريع في أن يكون للجزائر ميناء ينافسك على مستوى القارة الإفريقية ثم تأتي الأبواق نتاعه وتغالط الشعب الجزائري وتقول لك حناو وقوة ضاربة المغرب عنده ميناء أين كي ينميناء ندور وستماد اللي راح قريب يكمل وكي ينميناء الداخل الأطلسي اللي تنكرهون الأشغال يعني مستمرة ولم المغرب يقدم خطة مثلا لقال لك هذه مشاريع وهمية الأبواق نتاعي إصابة العسكر بالنسبة لدول الساحل للولوج عبر الأطلسي وعنده لكاباسيتي وعنده الإمكانيات وعنده البنية التحتية على العكس من ذلك الجزائر لا تتوفر على البنيات التحتية المينائية التي يتوفر عليها المغرب وبالتالي الجزائر بسبب هذه العصابة الحاكمة رها متأخرة رها متأخرة بشكل كبير في المجال اللوجيستيكي وفي المجال الموانئ بمواصفات عالمية البارح كنت شفت واحدة التقرير على التوسعة ميناء وهران لكن ما كانش هادوك الزوتي اللي نشوفوهم ولا هادوك يعني طريقة يعني استخراج الحاويات من البواخر كلمة اللي موجودة في ميناء تانجيماد ولا في الموانئ اللي شفناهم هنا في التقرير بيزنس إنسايدر يعني دول ما عندهاش إمكانيات اللي عندها الجزائر وتمتلك موانئ كبيرة وتمتلك موانئ فيها خدمات أراقية ومتطورة لكن يعني الناس تشتغل والأمر ما هوش متعلق تكون عندك البترول والجاز باش يكون عندك موانئ وباش تكون عندك خدمات متطورة كل شي متعلق بحسن التسيير وحسن تدبير الإمكانيات المالية اللي تخلي عندك مؤسسات مينائية متطورة وتنفس بها على مستوى العالم نفسه غير لمستوى القارة الإفريقية نفسه غير لمستوى شمال إفريقيا يعني هذا النظام وهذا العصابة تسبت في تخلف كبير للعسف بعدين نمشو للمجال الاقتصادي دائما وهنا نمشو لليبيا الشقيقة ليبيا ليبيا أعلن اليوم إغلاق حق أو حق عفوا الشرارة رسميا وهذا الحق هو من أضخم الحقول النفطية في ليبيا وبالتالي ليبيا تفقد إنتاج 350 ألف برميل نفط يوميا وأعلنت مؤسسة النفط الليبية الوطنية حالة القوة القاهرة في حق الشرارة وهو أكبر حق نفطي في ليبيا بداية من اليوم 7 يناير 2024 وذلك نتيجة إغلاقه من جانب بعض المعتصمين يعني محدين كانوا مؤتجين غلقوا الحق وحسب بيان للمؤسسة فإن الحق سيخضع لحالة القوة القاهرة بعد أن تسبب الإغلاق في توقف إمدادات النفط الخام من الحق إلى ميناء الزاوية في وقت تتواصل فيه المفاوضات لاستئناف الانتاج خلال أقرب وقت الانتاج أو الطاقة الانتاجية لحق الشرارة النفطي يتصل إلى نحو 350 ألف برميل يوميا من النفط الخام الأمر الذي يجعل توقف الإعلان فيه وإعلان حالة القوة القاهرة بمثابة أزمة كبيرة لقطاع النفط في ليبيا ولحركة النفط الخام باتجاه الموانئ وكشفت مؤسسة النفط الليبية من أن إعلان حالة القوة القاهرة في حق الشرارة النفطي جاء في أعقاب اعتصام بعض الأشخاص داخله مما أسهم في توقف إنتاجه وفق ما جاء في بيانها الاقتصاد الليبي لأننا سنتكلم هنا على 350 ألف برميل يوميا وهذا أمر كبير بالزاف نتمنى وإن شاء الله أن يتم التوصل إلى تفاهمات بيناتهم ويعاود الإنتاج لأن الاقتصاد الليبي بحاجة إلى ضخ كميات أكبر ومثالي بشتعود بالنفع طبعا على الشعب الليبي وعلى الاقتصاد طبعا الليبي